بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من طلبة طالبات الصف الاول الاعدادي في قناة انجليزي اعدادي مع مسانة سمان ان شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب جيم هنشرح ونحل بازن الله على الدرسين تلاتة واربعة في الوحدة التالتة الوحدة التالتة اول حاجة هنبدأ بي قراءة الكلمات نشرح نصوص الكتاب بعد كده اه نحل لو في قاعدة هنشرحها ونحل عليها بازن الله واخر حاجة كتابة البراجراف الدرسين تلاتة واربعة في الوحدة تلاتة المفردات المفردات الرئيسية بازار بازار اللي هو بازار او سوق تجاري بازار بيد بيد يعني حبة الخرز بيدز اللي هي حبوب او حبات الخرز الجمع بيدز دي احنا بنستخدمها عشان نعمل بها الاكسيسوريز كام كام يعني هادئ كام هادئ ودي يعني صفة حرف الال سايلنت كام ديكوريت ديكوريت يعني يزين او يزخرف والفعل ده منتظم منتهي بحارف ايه علشان اجيب التصريف التاني له اضيف دي هيبقى ديكوريتد ديكوريتد يعني زين او زخرفة اما ديكوريشن التزيين او اكسبرت اكسبرت يعني خبير اكسبرت خبير وده ناون اكسترا اكسترا اضافي اكسترا اضافي ودي اجيكتب صفة هوم ميد هوم ميد يعني صناعة منزلية دي اجيكتب يعني صفة انجريدينز انجريدينز للمكونات او مقادير الطعام او مقادير الطهو انجريدينز جولوري يعني مجوهرات جولوري مجوهرات ليمونيد ليمونيد عصير الليمون لتر خطاب لتر خطاب هل يبالك في كلمة تانية ال اي تي تي اي ار بمعنى قمامة الاختلاف الوحيد ان الحرف ال اي ده هيبقى اي ريلاكس يسترخي ريلاكس يسترخي ده فعل والتصريف التاني له باضافة ال اي ده هيبقى ريلاكسد ريلاكسد هنا بمعنى مسترخ او مستريح يبقى ريلاكس يسترخي والتصريف التاني هيبقى ريلاكسد ده كفعل أما لو جاتك صفة تبقى مسترخي أو مستريح يعني مدير المدرسة كشك للبيع المنتجات يعني مضغوط أو متوتر ودي صفة لما يكون إنسان تحت ضغط أو متوتر هنقول عليه خيط خيط مندهش الصفات اللي أخرها إيدي تصف شعور الإنسان شعور الشخص هو يشعر بالإندهاش يعني مندهش أما بمعنى مدهش الشئ ده مدهش يعني المفردات الإضافية break break استراحة أو فاصل وbreak time هو وقت الاستراحة أو الفسحة cupcakes cupcakes اللي هو الكعك المحلة أو cupcake discuss discuss هي ناقش وده verb إضافة الإيدي هجيب التصريف التاني له هيبقى discuss ناقشة discussion المناقشة نفسها وده noun هيبقى discuss الفع discussion المناقشة noun text text يعني نص زي النصوص اللي احنا بنقرأها text vote vote يعني يصوت أو ينتخب وده فعل نهايته e إضافة d هيبقى في التصريف التاني voted صوت أو انتخب choose and complete اختر وأكمل في مجموعة من الكلمات هنختار منها عشان نملأ الفراغات vote بمعنى يصوت أو ينتخب discuss يناقش decorate يزين أو يزخرف relax يسترخي number one after hard work بعد عمل شاق I'd like to أنا أود أن relax أن أسترخي يبقى relax عندك هي number one number two we will نحن سوف ناخد اي من الاختيارات on the new class leader next week هنقول we will vote we will vote سوف ننتخب أو نصوت سوف نصوت أو ننتخب لقائد الفصل اللي هو أمين الفصل أو رئيس الفصل next week الأسبوع القادم number three they helped هم ساعدوا ناخد ايه هنا the classroom with colorful drawings الفصل برسومات أو لوحات ملونة decorate يعني نزين أو نزخرف يبقى هم ساعدوا في تلوين أو زخرفة الفصل بالرسومات دي language expressions تعبيرات لغوية أول حاجة after school classes after school classes يعني حصص ما بعد المدرسة after school classes ask for ask for يعني يطلب ممكن نقول ask for help يطلب المساعدة ask for advice يطلب النصيحة do well يؤدي جيدا do well يؤدي جيدا أو يؤدي أداء حسنا make a plan for يعطي خطة خطة لي يعني يخطط لي make a plan for يعطي خطة لي يعني يضع خطة present an idea to يقدم فكرة لي present an idea to يقدم فكرة لي take turns take turns يعني يتبادل الأضوار take turns يتبادل الأضوار there you go ها أنت ذا أو تفضل there you go work hard يعمل بجد work hard يعمل بجد هنا propositions حروف الجر agree with بمعنى يوافق مع أو يوافق على أما disagree with يعني لا يوافق مع يعني يتفق مع شخص أو لا يتفق مع شخص في هذا الرأي agree أو disagree تاخد حرف الجر with add break time في وقت الاستراحة أو في الفصحة تاخد حرف الجر at add break time exercises for تدريبات لي exercises for تدريبات لي on a stall يعني في كشك لبيع السلع on a stall worried about قلق على أو قلق بشأن كذا يبقى تاخد حرف الجر about go out يخرج go out يخرج يعني تصريفات الأفعال الرجل المنتظمة الأفعال هي لا تتبع القعدة بإضافة d أو i e d أو d لكن شكلها بيضغير في الماضي عن المضارع drink يشرب drink drunk تصريف الثالث drunk drink drank drunk sell يبيع sold sold مجموعة تانية think يفكر thought thought g h silent لا تنتق think thought thought understand understood understood يبقى عندنا مجموعتين من الأفعال بعد كده words and opposites كلمات وعكسها أو اللي احنا بنقول عليه antelum يعني مضاد agree يوافق disagree لا يوافق clear واضح unclear غير واضح cool رائع terrible فضيع أو سيء جدا choose and complete اختر وأكمل disagrees disagrees بمعنى لا يوافق add ده حرف جر for حرف جر sold يعني باعة ده تصريف التاني من sell took التصريف التاني من take أخذ number one the children الأطفال ناخد ايه هنا من اقتراض turns riding the new bike عايز يقولك يتبادلوا الأدوار في قيادة الدراجة الجديدة يبقى نقول ايه took took turns يعني تبادلوا الأدوار ده number one number two students love to play الطلاب يحبوا أن يلعبوا break time add break time عايزين حرف جر number three عادل doesn't like my opinion عادل لا يعجبه رأي he a with me هو كده disagrees يعني هو لا يوافق أو لا يتفق معي في الرأي number four I ناخد ايه من الاختراض اللي فضله بعضا من ألعابي القديمة في بازار المدرسة أو سوق التجارية في المدرسة هقول ايه I sold أنا بعضا من ألعابي القديمة في بازار المدرسة language notes الملحوظات اللغوية اول حاجة take بعد كده وقت to ييجي بعدها مصدر الفعل بمعنى يستغرق وقتا كذا يبقى نقول they take a long time to make cupcakes هم استغرقوا وقتا طويلا ليصنعوا cupcakes يبقى عندك to يجي بعدها ايه مصدر لما نقول take وبعد كده نحدد الوقت هنا يبقى كل العبارة دي معناها يستغرق وقتا لي كذا words and synonyms كلمات ومراضفها اللي هي meaning المعنى almost almost تقريبا وده adverb يعني ظرف أو حال almost nearly nearly تقريبا هتسويها في المعنى nearly يبقى almost هتساوي nearly extra extra يعني اضافي extra يعني اضافي وده adjective سفة هتساوي more يعني اكثر او اضافي suffix اللاحقة اللي هي النهاية رب نضفها على الكلمة discuss يناقش لو انت جبت الفعل ده وضفت له i o n هيبقى discussion discussion يعني مناقشة يبقى انت كده حولت الفعل discuss للاسم discussion relax يسترخي ده فعل لو ضفت له ed هيبقى relaxed بمعنى مسترخي او مستريح ودي الصفة حولت الفعل الى صفة باضافة ed هنشوف هنا reading and listening skills اللي هي النصوص او مهارات القراءة والاستماع زي ما احنا متعاودين بنجيب التلخيص نقرأه كله وبعد كده نشوف التدريبات اللي عليه بدل ما تفضل تقرأ في كل التفاصيل اللي بيرا دي main points on reading and listening text النقاط الاساسية في نصوص الاستماع والقراءة اول حاجة هنا our school bazar اللي هو السوق التجاري المدرسي سلمة is drinking homemade lemonade يعني سلمة تشرب عصير ليمون صناعة منزلية شروق and her brother شروق واخيها are selling homemade lemonade on their stall at the bazar يعني شروق واخيها يبيعون عصير الليمون اللي هو صناعة منزلية في الكشك بتاعهم في السوق التجاري سحر wants a glass of cool lemonade سحر تريد كوبا من عصير الليمون البارد يعني سحر تصنع الحلي أو المجوهرات she puts beads onto some string to make a bracelet هي تضع بعض الخرز في الخيط علشان تصنع السوار أو الأسور علشان بتعمل هي عبارة عن بتعمل الأسورة بوضع الخرز ده في الخيط سحر لا تريد أن تبيع الساور بتاعتها في البازار ليه because they take a long time to make شايف ان هما استورقوا وقت طويل منها في الصناعة علشان كده هي مش عايزة يهتبعوا سحر أن سلمة decide to make cupcakes سحر وسلمة يقرروا أن هما هيصنعوا cupcakes الكعك المحلة سلمة is excited and tries to find the ingredients سلمة متحمسة وبتحاول أن تجد اللي هي المكونات أو المقادية الموضوع الثاني بتاع الدرس الرابع راشا's letter خطاب راشا عن مشكلة فريدة يبقى اللي معها المشكلة هي فريدة راشا is telling Jana يبقى راشا بتخبر جانا عن صديقتها المفضلة فريدة يبقى فريدة دي الصديقة المفضلة لراشا وعشان كده فريدة عندها مشكلة فراشا هي اللي بتخبر جانا بالمشكلة دي فريدة is kind and she works hard فريدة دي طيبة وي بتعمل بجد فريدة's friends are worried about her أصدقاء فريدة قلقون بشأنها هي تزاكر طوال الوقت أو تدرس طوال الوقت and she is stressed وهي متوترة أو تشعر بالتوتر أو بالضغط she wants to make her parents happy هي تريد أن تجعل والديها سعداء فريدة doesn't go out at break time فريدة لا تخرج في وقت الاستراحة أو الفسحة and she always asks for extra homework وهي دائما تطلب المزيد من الواجبة راشا suggests يعني راشا تقترح asking فريدة to play sports with them تقترح أن هي تطلب من فريدة أن هي تلعب رياضات معهم or join a club to learn a skill أو أنها تنضم لنادي لتتعلم مهارة they want her to spend her free time with them to relax هم أو هم يريدونها أن تقضي وقت فراغها معهم عشان تسترخي كده إحنا خلاص هنعدي النصوص اللي إحنا قرأنا التلخيص بتاعها ونعدي الصفحة دي وكمان الصفحة التانية بس في آخر الصفحة هنا بيتكلم عن السؤال اللي أنت بتشوفه على قطعة الفهم اللي هو بيقول إيه what does underline pronoun كذا refer to وهجيب لك ضمير بيقول لك ماذا إلى ما يشير هذا الضمير طيب علشان تعرف الضمير ده يشير إلى إيه هتعمل إيه هتضوع على أقرب اسم قبل الضمير ده وتعرف هو بيشير إلى مين بالظبط يعني هنا بيقول her parents work hard يعني والديها يعملون بجد and they want her to do well at school ويريدونها أن تؤدي أداء جيدا في المدرسة she wants to make them happy هي تريد أن تجعلهم سعداء طيب الضمير ده يهنا بيعود على مين هترجع كده هتلاقي الاسم اللي قبلها اللي هو her parents يعني والديها الآن كده يبقى دي الطريقة اللي بنعرف بها إيجابة السؤال الضمير كذا يشير إلى مين دور على الاسم اللي قبلها هنشوف هنا vocabulary exercise تدريبات المفردة choose the correct answer from ABC or D number one our school مدرستنا ناخد ايه من الكلمات دي is very friendly and helpful يعني ودود ومساعد أو متعاون discussion مناقشة principal يعني مدير أو مديرة ولا stall كشك للبيع ولا بازار سوق تجاري أو بازار احنا نتكلم عن our school principal مدير المدرسة ودود ومتعاون number two iman felt iman شعورات هناخد ايه من الكلمات دي when she took a shower عندما أخذت دش يبقى relaxed مسترخية هما stressed مضغوط ورد قلق sad حزين number three my mother always uses healthy ايه يعني والدتي دائما تستخدم ايه من الكلمات دي صحي when she cooks our food عندما تطبخ طعامنا beads اللي هي حبات الخرز ولا phrases عبارات ولا ايدياز افكار ولا هي مقادير او مكونات الطعام يبقى هي بتستخدم مكونات صحية لعلشان تطبخ الطعام بتاعنا number four number four يبقى string خيط يعني زيقول ممسوكة بخيط طويل long string اما بوك كتاب شو يعني وحدة فردت حزاء روك يعني صخرة number five this recipe هذه الوصفة وصفة الطهو او الطعام هناخد ايه من الافعال دي sugar flour and eggs سكر دقيق وبيض يبقى includes يعني تتضمن الوصفة دي فيها المكونات دي يعني تتضمن او تحتوي على decorate يعني يزين او يزخرف relax يعني يسترخي votes يعني ينتخب او يصوت number six they always هم دائما ناخد ايه من الافعال well in group projects يعني جيدا في مشروعات او في مجموعات المشروعات get ولا make ولا take ولا do هنقول do well do well يعني يؤدوا اداءا جيدا او اداءا حسنا يبقى هم دائما يؤدوا اداءا حسنا في مجموعة علشان يعملوا projects مشروعات number seven علي انضمت او التحقت هناخد ايه من الكلمات the classes يعني فصول to improve her math skills عنشان تطور من مهارات الرياضيات لديها هنقول home made يعني صناعة منزلية ولا after school بعد المدرسة هيا دي اختيارنا هاتب after school classes وصول ما بعد المدرسة stressed مضغوط surprised مندهش احنا خلاص اخترنا after school classes number eight everyone well الجميع سوف ناخد ايه من الافعال دي new ideas يعني افكار جديدة to the team as next meeting افكار جديدة في الفريق لالاجتماع الجديد القادم الاجتماع القادم هنقول think ولا do ولا take ولا present present يعني يقدم يقدم افكار جديدة يبقى الجميع سوف يقدم افكار جديدة للفريق في الاجتماع القادم number nine i agree انا اتفق هاخد ايه من حرف الجر you هقول with you انا اتفق معك agree with it's a great idea انها فكرة رائعة number ten the cook made الطباخ made a food صنع طعاما ايه عزن سفر الطعام because more gases arrived لانه المزيد من الضيوف وصلوا يبقى more يعني المزيد من او اضافي طيب هنقول warm يعني دافئ ولا clear واضح ولا surprised مندهش ولا extra هنقول extra لانه هنا more بمعنى اكثر او اضافي هتساوي extra يبقى الطباخ صنع المزيد من الطعام لانه في ضيوف اكتر واصلوا number 11 we هاخد اهن الافعال with the room the room with balloons for the party الغرفة بالبالونات من اجل الحفل decorated يعني زينا او زخرفة اما discussed ناقشة included يعني تضمن او احتوى على relaxed يعني استرخة يبقى نحن زينا الغرفة we decorated the room number 12 الا both beautiful هلا اشتريت اشياء جميلة صناعة منزلية ايه بمعنى حبة خرز بمعنى القريب او المجاور يعني مكان ده قريب او مجاور خيط بزار يعني سوق تجاري او بزار مدير يبقى اشتريت اشياء جميلة صناعة منزلية في البزار المجاور سليمان ناخد ايه من الكلمات يعني في برمجة الكمبيوتر فكرة سليمان ده عبر عن ايه فكرة ولا اكسبرت خبير ولا شخص ولا كشك للبيع ده اكسبرت خبير في برمجة الكمبيوتر انكمل هنا الكمبيوتر ايه احد اخبير ام اشتريت ايه جوس بكوز ايه بكوز الاب يحب ان يشرب عصير بكوز ايه صحي لانه صحي سوربايزد مندهش ريلاكسد مسترخي سترسد مطوط ولا هوم ميد هوم ميد جوز يعني صناعة ومنزلين نمبر تو ايضلب اجلاس ايه ووتر ام ثورستي يقولك انا اود كوبا من الماء انا عطشا اك اجلاس او اجلاس او اجلاس او ووتر نمبر ثري الطلاب يأكلوا ويلعبوا اثناء ايه براك ولا بازار ولا بريك ولا في خلال الفسحة او الاسراح نمبر فور لتصنع سورة او سوار ضع بعضا من ايه في خيط طويل بيدز اللي هي حبات الخرص ضع بعضا من حبات الخرص في خيط طويل اما ستولز اكشاك للبيع مقادير او مكونات للطعام ايدياز افكار نمبر فايف women like to wear expensive ايه النساء يحبه او يحببن ان يلبسن اكسبنسف حاجات غالية ايه هي whether تقص ولا كابكيكس الكعك المحلة ولا ليمونيد عصير الليمون ولا جولري جولري بمعنى المجوهرات الغالية نمبر سيكس read the اقرأ the اقرأ عن الاسئلة اما break اللي هو الاستراحة بيد حبة خرص stall كشك للبيع نمبر سيبن my friends and I اصدقائي وانا are worried a exams اللي هي الاختبارات worried about worried about يعني قلق بشأن الاختبارات نمبر ايد students feel الطلاب يشعرون a when they study all the time عندما يذكرون طوال الوقت surprised مندهشين ولا relaxed مسترخين stressed مضغوطين ولا هم made هم made اللي هي صناعة منزلية يشعرون بانهم مضغوطون عندما يذكرون all the time او يشعرون ان هم متوترين نمبر ناي my brother doesn't اخي لا هاخد ايه من الافعال دي he likes to stay at home هو يحب ان يبقى بالمنزل go for ولا vote ولا ask for ولا go out go out يعني يخرج يبقى اخي لا يحب الخروج يحب ان يبقى في المنزل اما go for يعني يذهب من اجل vote بمعنى ينتخب او يصوت ask for بمعنى يطلب نمبر تن our teacher helps us معلمنا يساعدنا make a plan نضع خطة ناخد ايه من حرف الجر the next weekend العطلة نهاية الاسبوع القادم a plan for ولا at ولا to ولا on a plan for make a plan for يعني يضع خطة لي نمبر 11 my friend was يعني صديقي كان هاخد ايه من الكلمة دي when we organized a party for him عندما نظمنا حفل من اجله he didn't know about it at all هو لم يكن يعلم بخصوص الحفل ده على الاطلاق at all بمعنى على الاطلاق يبقى الحفل ده هو ما كانش عارف بي يبقى هو كده ايه stressed مضغوط ولا surprised surprised بمعنى مندهش relaxed مسترخي extra بمعنى اضافي يبقى كان مندهشا عندما نظمنا له حفلة نمبر 12 we have a نحن لدينا ايه about where to go next summer holiday كأين نذهب الاجازة الصيفية القادمة we have a discussion يعني مناقشة ولا break استراحة ولا stall يعني كشك للبيع ولا بيد حبة خرز we have a discussion يعني ايه تناقشنا او عقدنا نقاش علشان نحدد مكان اجازة الصيف القادمة number 13 i love drinking انا احب شرب اه لمونايد ولا بيدز ولا كبكيكس ولا تيكس لمونايد اللي هو عصير الليمون on a hot summer day يعني في يوم صيفي حار قلنا بيدز حبات الخرز كبكيكس كعك محلة تيكس النصوص جمع تيكست يعني نص هنكمل هنا language جزء grammar القعدة النهاردة هناخد ضمائر الفاعل وضمائر المفهول ايه الفرق بين ضمائر الفاعل وضمائر المفهول ركز معايا في كلمتين فقط ضمائر الفاعل تأتي في بداية الجملة قبل الفاعل تاني ضمائر الفاعل تأتي في بداية الجملة قبل الفاعل اما ضمائر المفهول تأتي بعد الفعل او بعد حرف الجر ده هو الفرق بينهم ضمائر الفاعل اللي احنا عارفينها اللي هي i we you he she it او they دول ضمائر الفاعل في المكانهم في بداية الجملة قبل الفعل اهو قبل الفعل يعني في بداية الجملة طيب أما ضمائر المفعول بس لحظة هنشوف المثال هنا بيقول علي هذه ضمير الفاعل هنا في ظرف دكرار هذه الفاعل يبقى هنا بدأنا بضمير الفاعل بدأنا بالجملة وجه قبل الفاعل في الجملة أما ضمائر المفعول مالها بتيجي بعد الفاعل أو بعد حرف جر فين ضمائر المفعول كل ضمير فاعل وله ضمير المفعول بتاعه يبقى I ضمير مفعولها و ضمير مفعولها هتفضل زي ما هي ضمير المفعول له هو هي ضمير المفعول هتفضل زي ما هي ذي هتبقى ذم يبقى عندك هتفضل زي ما هي هتفضل زي ما هي خلاص؟ طيب هنا هنشوف نسال على ضمائر المفعول هذه كرة علي من فضلك اعطيها له دي هنا ضمير مفعول جه بعد حرف الجر بس كده هو ده الاختلاف بين ضمائر الفاعل و ضمائر المفعول نقولهم تاني أن ضمائر الفاعل بتيجي في بداية الجملة قبل الفعل أما ضمائر المفعول بتيجي بعد للفعل أو بعد حرف جر و دي الأمثلة قدامك هه ضمائر الفاعل كل دول ضمائر الفاعل بيجوا في بداية الجملة ها دي هتلاقي هنا ضمير فاعل جه بعده الفعل ضمير فاعل جه بعده الفعل ضمير فاعل جه بعده ضمير فاعل و دي كمان الفعل ات جه بعده فال وي جه بعده فال يو جه بعده فال وهنا داي جه بعده فال يبقى على طول ضمائر الفاعل يأتي بعدها الفعل او ممكن تقول ضمير الفاعل يأتي قبل الفعل اما ضمائر المفعول اهي قدامك اللي احنا قلناهم هيجي امتى بعد الفعل او بعد حرف الجر اهو ضمير المفعول مي جه بعد الفعل اهو واد ضمير المفعول يو جه بعد حرف جر وهكذا هادي حرف الجر اللي هو تو خلاص ماشي يبقى هنشوف هنا بيقول امثلة هنقول واحدة بس عشان هما اساسا منجوبين واينين ليه هنا بيقول يعني والد كارين بوت اشترى ايه حايز اقول لك اشترى له ايه زوجه من الاحزان طيب هنا بيقول ايه ادي الفعل بوت هيجي بعده ايه بعد الفعل يجي ضمير المفعول طيب عايزين ضمير المفعول من هي هو ايه هو هم خلاص كده طيب هنكمل هنا ايه ايه انا احب ايه شوكولاتة يبقى ابي وانا نحب الشوكولاتة ناخد ايه من الاختيارات نحبها كثيرا طيب نتكلم عن مين نحن يبقى عايزين نقول ايه ضمير فاعل ليه علشان هنا في فعل ايه اللي بييجي قبل الفعل هو ضمير الفاعل مين في ضمير فاعل هو نحن خلاص طيب number two i don't like this music انا لا احب هذه الموسيقى هناخد ايه من الاختيارات is boring عايز قول هذه الموسيقى ايه مملة هذه الفعل is قبل الفعل ييجي ايه ضمير الفاعل طيب فين ضمير الفاعل في دول اللي بيكلم عن الموسيقى هو it it is boring الموسيقى مملة number three mothers love their children الامهات بيحبوا اطفالهم ناخد ايه من الاختيارات cook healthy meals for them يطبخوا وجبات صحية لهم متكلم عن مين عن الامهات خلي بالك هنا في فعل الفاعل cook هيجي قبل الفعل ايه ضمير فاعل بنتكلم عن مين بنتكلم عن الامهات يبقى الامهات اهيه جمع يبقى نقول they هم خلاص كده اما هي بمعنى هو اي انا she هي متكلم عن الامهات كمجموعة يبقى they number four what time can i visit يعني ما الوقت الذي استطيع انا ان ازور ايه هي ولا شي ولا his ولا him what time can i visit هقول ايه هم ما الوقت الذي انا اريد انا استطيع ان ازور ليه اخترنا هم عشان هم ده ضمير مفعول طب ليه قلنا ضمير مفعول بالذات عشان هنا في فعل بعد الفعل ييجي ايه ضمير مفعول مين فيهم ضمير مفعول هو him number five do هاخد ايه من الاختيارات like my new glasses تحب نظارتي الجديدة طيب انا الفعل like عايزين قبله ايه قبل الفعل يجي ضمير فاعل مين في دول ضمير فاعل هو you اقول do you like my new new glasses يعني هل تحب نظارتي الجديدة النظارة الجديدة ليه انا تعجبك انت خلاص كده يبقى احنا عايزين ضمير فاعل علشان هنا في فعل يجي قبله ضمير number six tamir loves his dogs tamir يحب الكلاب بتاعته he plays with a in the garden every day هو يلعب معهم في الحقيقة كل يوم هذه حرف قر بعد حرف قر يجي ايه ضمير مفعول مين في دول ضمير مفعول هو with them يلعب معهم يبقى هو يلعب معهم عايزين ضمير مفعول لي they number seven please من فضلك call هناخد ايه من الضمائر دي soon قريبا انا قلق جدا يبقى call ايه اتصل علي انا يبقى بعد الفعل يجي ايه ضمير المفعول مين في دول ضمير مفعول هو me call me soon اتصل علي قريبا انا وارد جدا يعني ايه اه قلق جدا هنشوف number eight بيقول I don't have my glasses انا ليست معي نظارتي I lost هاخد ايه من الاختراض دي yesterday امس عايز قول انا ليست معي نظارتي انا فقدتها امس طيب عندك الفعل lost بعد الفعل يجي ايه ضمير مفعول عايزين ضمير مفعول يتناسب مع glasses glasses ده شيء من الحاجات اللي احنا نرتديها تعامل معاملة ايه الجمع هنقول them I lost them انا فقدتها ايه yesterday احنا متكلم عن نظارة واحدة فقط لكن كلمات glasses تعامل معاملة الجمع وحاجات كتير احنا بنرتديها تعامل معاملة الجمع زي ايه الجلاسز احنا قلناها بمعنى نظارة choose اللي هي الحزاء slippers اللي هو الشبشب sandals اللي هو الصندل اللي بننبسه في القدم و gloves اللي هي gloves اللي هي الجوانتي socks الشراب shorts short pants البنتلون و earrings اللي هو الحلق اللي احنا بننبسه في الاوزن يبقى كل الحاجات دي حاجات عبارة عن فردتين اتنين لكن احنا بنعملهم معاملة الجمع هي حاجة واحدة بس تعامل معاملة الجمع يبقى عشان كده اخترنا ضمير المفعول them ما اخترناش it خلاص number nine ناخد ايه من الاختيارات دي need help يحتاج المساعدة can you help us ايه هل يمكنك ان تساعدنا خلي بالك هنا واضحها بيه us اللي هو نحن ده ضمير مفعول هل يمكنك ان تساعدنا طيب ايب اعايزين نبدأ هنا الكلام نبدأ الجملة دي نبدأها بايه بضمير فاعل فين ضمير الفاعل من ضمير المفعول us هو we هنقول نحن نحتاج المساعدة we need help can you help us هل يمكنك ان تساعدنا why are you looking at لماذا انت تنظر هنا حرف جر بعد حرف الجر ييجي ايه ييجي ضمير مفعول مين في دول ضمير مفعول she ولا her ولا i ولا my هو her why why are you looking at her لماذا انت تنظر اليها اما she ده ضمير فاعل i ضمير فاعل we my ده صفة ملكية يأتي بعدها اسم الشيء الذي انا املكه number two complete the sentences the sentences with the correct form of the words in brackets اكمل الجمل بصيغة الصحيحة للكلمات ما بين القوسين number one we are going for a walk نحن سنذهب لي التمشيه come with a عايز اقول تعالى معنا ده حرف جر عايزين بعد حرف الجر ضمير مفعول ضمير المفعول من وي هو ايه هو us يبقى هنقول us come with us يعني تعالى معنا number two i like your shoes انا يعجب اني حزاؤك where did you get ايه عايز اقول من اين حصلت عليهم انت اشتريتهم اين او حصلت عليهم من اين طيب عايزين هنا بعد الفعل يجي ايه ضمير مفعول ايه هو ضمير المفعول من they هو them اهو them واحنا قلنا الحاجات اللي بنلبسها دي بعض الحاجات احنا بنعملها معاملة الجمع مع انها بتعبر عن شيء واحد بس هو كده حزاء واحد بس بس ايه من فردتين اتنين فان هستخدم معاه ضمير المفعول them للجمع number three do you know me هل انت تعرفني me am your new neighbor انا جارك الجديد طيب عايزين نبدأ هنا الجملة وايه نبدأ الجملة بايه نبدأها بضمير فاعل ويجي بعدها الفعل هو هنا ام يبقى هقول ضمير فاعل من me هو i هقول i am هي اي بعد كده ام تبقى i am your new neighbor انا جارك الجديد number four how much is that dress يعني كم يتكلف هذا الدراس الفستان او كم سعره how much يعني كم السعب. انا احب ايه الفستان ده كثيرا جدا او يعجبني الفستان كثيرا جدا. طيب. هنا دي خطأ. عايزين احنا متكلم عن واحد فقط مفرد. وعشان كده هو وطالما حاجة واحدة بس مفرد وغير عاقل. احنا متكلم عن مين? عن الفستان. يبقى هقول اي لايك ات. باري متش. نقول كمان. احنا كده بس اللحظة اناعملها اهي. احنا كده عايزين بعد الفعل. الفعل لايك. يجي بعده ايه? ضمير مفعول. عايزين ضمير مفعول يناسب اللي هو الفستان. فستان ده مفرد. وكمان غير عاقل. يبقى هنقول عليه ات. نمبر فايب. كزا. هل هذه الهدية لي? عايز اقول من اجلي انا? طيب. هنا ضمير اي ده ضمير فاعل. عايزين نخليه ضمير المفعول لي? عشان هنا فيه حرف جر. اللي بيجي بعد حرف الجر او بعد الفعل هو ضمير المفعول. طيب عايزين ضمير المفعول من اي هو ايه? هو مي. يبقى هل هذه الهدية من اجلي? او لي. نمبر سيكس. هم? عايز اقول لك هم? آآ دول هما اولاد عمك. طيب. عايزين نبدأ الجملة? بنبدأ الجملة بايه? بضمير فاعل. وجه بعدها اللي هو ايه? الفاعل هو? ار. فين ضمير الفاعل من دم هو ذاي. اللي بنا نقول ذاي. هم اولاد عمك. هنتعلم مهارات مهارات التحدث. متكلم عن تقديم فكرة والرد عليها بالموافقة او بالرفض. لو انا هقدم فكرة. هقول ازاي? هقول ازاي? اطرح الفكرة دي ازاي? هقول واي دونت وي? وهكمل الفكرة اللي انا بتكلم فيها. فهنا اقول واي دونت وي? لماذا نحن لا? نذهب الى الحديقة. طيب. ممكن اقول بصغة تانية. انا هقول يمكنك ان. كده انا بطرح عليه فكرة. بقول يعني يمكنك ان تقرأ قصة تساعدك على النوم. سوف يكون من اللطيف ان. وهقول الاقتراح بتاعي. او ممكن اقول ويجي بعدها مصدر الفال. وهقول الاقتراح او الفكرة بتاعتي بعد يعني هيا او دعنا. انها فكرة جيدة ان. وهقول الفكرة بتاعتي. اه وممكن هقول في صغة السؤال. هل هي فكرة جيدة ان? وهقول الفكرة اللي عايز اطرحها. ربما نستطيع كزا. ده برضو طريقة لطرح الفكرة. انا اعتقد انها تستطيع ان. وهقول الفكرة بتاعتي. يبقى كل الحاجات دي اللي متعلم عليها بالازرق هي اه طرق للتعبير عن الافكار. او طرح فكرة. او تقديم فكرة. طيب علشان اوافق على الفكرة دي او لا اوافق هقول ايه? لو انا اوافق. هقول. yes i agree. yes i agree. لو حد قال الفكرة وانا متطفق معه. هقول. yes i agree. يعني انا اتطفق معك. او that's a good idea. انها فكرة جيدة. ممكن اقول اوكي. عسنا. ممكن اقول that's true. هذا حقيقي او صحيح. لو انا مش موافق. هقول. i don't agree. انا لا اوافق. i disagree. هي هي. هي. بمعنى انا غير موافق. i don't think so. انا لا اعتقد ذلك. i'm not sure about that. انا لست متأكد. كده بخصوص ذلك. بل عبارات دي نقولها عند الرفض او عدم الاتفاق. دي هنقولها عند الموافقة على الفكرة. speaking exercise تدريبات التحدث. complete the final dialogue. اكمل المحادثة التالية. لما بنقول لما يكون في محادثة اقرأها كلها الاخر عشان تعرف الفكرة بازن يلاقيه. وتجاوب صح. دايما الفكرة بتبقى موجودة في السطر الاول فيها. فهي هتقول. هي استخدمت. فريناد وفقت على الفكرة بتقولها that's a good idea. طيب. عرفنا زي ان هي مفأة لانها هتبدأ تتكلم في تفاصيل الفكرة بتقول how often can we meet? كم مرة نستطيع ان نتقابل? هتقول we can meet once a week نتقابل في نادي للكتاب للقراءة. once a week يعني مرة واحدة في الاسبوع. هتلها great رائع. what books can we read? يعني ايه الكتب اللي ممكن نقدر نقراها? هتلها we can read science books. يمكننا ان نقرأ كتاب آآ كتب العلوم. بنجيب السؤال من نفس الاجابة. والاجابة من نفس السؤال. I like that يعجبني ذلك. when can we start? متى يمكننا ان نبدأ? هتقول لها we can start. وتقول اي موعد. هنا انا اقول next week. are you free on saturday? فهي بتقول لها هل انت متفرغة في يوم السبت او فضية في يوم السبت. فاتقول لها يسا يا معرفنا ازاي عشان بتقول لها let's do it. يعني هيا بنا نفعل ذلك. هنكمل هنا writing جزء الكتابة. ازاي نكتب ايميل لطلب نصيحة او مساعدة. writing an email to ask for advice or help. كتابة ايميل لطلب نصيحة او مساعدة. علشان نعمل الايميل ده نكتب الايميل ده هنا asking for advice لطلب نصيحة. اول حاجة هنبدأ الايميل بجريت your friend. يعني حي صديقك. ask him or her how he or she is. اسألها او اسأله كيف حاله. show your problem. يعني اعرض مشكلتك. give details. اعرض تفاصيل المشكلة. ask for advice. اطلب النصيحة. suggest an idea. اقترح فكرة. وادي مثال اهو لايميل بنطلب فيه النصيحة. طيب. هنشوف هنا. test yourself. اختبر نفسك على الدرسين تلاتة واربعة. read the following. اقرأ التالي. then answer the questions. وبعدها اجب عنا لسئلة. my friend احمد has a problem. صديقي احمد لديه مشكلة. he doesn't go out at break time. هو لا يخرج في وقت الفسحة. بدلا من ذلك هو بيعمل ايه? he stays in the classroom and looks sad. هو يبقى في او يظل في الفصل ويبدو عليه ان هو ايه حزين. i asked him. انا سألته. why he didn't join us. لماذا لم ينضم الينا. يعني يخرج معنا في الفسحة. but he didn't answer. لكنه لم يجيب. i feel worried about him and want to help. انا اشعر بالقلق من اجلي. واريد ان اساعد. but i don't know what to do. لكني لا اعرف ماذا افعل. i decided to talk to him again. انا قررت ان اتكلم اليه او اتكلم معه again مرة اخرى. i asked him if he wanted to play a game or have a snack with us outside. انا سألته لو هو يريد ان يلعب لعبة معنا او والوجبة خفيفة بالخارج. he shook his head. هو هز رأسه او او ماء برأسه. and said he didn't feel like it. هو لا يعجبه كذلك. i told him. انا اخبرته. that we miss him during break time. اننا نفتقده في وقت الفصحة. and that it is more fun when he is with us. والامر سيكون اكثر. هيكون مرح اكثر عندما يكون معنا. اوكي. هنا بيقول. i also thought. انا ايضا اعتقدته about talking to our teacher. انا ايضا فكرته. هنا thought بمعنى فكرته. مش اعتقدت. انا ايضا فكرته. انا اتكلم مع معلمينا. the teacher suggested المعلم بتاعنا اقترح. that i keep inviting. احمد to join us. انا اواصل. دعود احمد لانضمام الينا. but also give him some space. لكن ايضا اعطيه بعض المساحة. answer the following questions. اجيب عن الاسئلة التالية. give a suitable title to the text. اعطي عنوان مناسب للنص. العنوان ده بيتكلم عن ايه? helping our friends. مساعدة اصدقائنا. لما اه شخص ده لصديقه احمد في مشكلة. هو حاول يساعده عشان يخرج من المشكلة دي. number two. how did the writer try to help احمد at first? كيف حاول الكاتب ان يساعد احمد في البداية? هنا بس عشان ما كان مش مكفي احنا كاتبين هنا ادي كل آآ سؤال وايجابته بالرقم. هنا number one. ده سؤال number two. he asked him for joining his friends. هو طلب منه انه هو ينضم الاصدقاؤه. and invited him to play a game or have a snack with them. ويدعاه انه هو يلعب لعب او يتناول وجبة خفيفة معهم. number three. why do you think the teacher suggested giving احمد some space? لماذا تعتقد المعلم ده? اقترح اه ان تعطي احمد بعض المساحة. يعني ايه بعض المساحة. the teacher thinks that المعلم اه فكر في كده اني احمد. that احمد may need time to join them. انه ربما يحتاج بعض الوقت. علشان ينضم اليهم. يعني ادلوه بعض الوقت. choose the correct answer from ABC or D. number four. which sentence tells us that احمد is sad? ايه الجملة اللي بتخبرنا اني احمد ساد حازين? يا ترى? he stays in the classroom and looks sad. هي دي اختيار نحن لاحظة بس. هي دي اختيارنا اللي هي هي بتقول he stays in the classroom and looks sad. هو اه يظل في الفصل ويبدو عليه ان هو حزنا. اما هنا we miss him during time break. ان احنا لبنفتقده. he shook his head and said he didn't feel like it. هو لا يعجبه ذلك. I asked him why doesn't join us but he didn't answer. احنا خلاص اخترنا الاجابة A. he stays in the classroom and looks sad. هو يظل في الفصل ويبدو عليه انه حزنا. number five is underline pronoun. الضمير اللي تحته خط اللي هو him refers to. يشير ايه اللي احنا قلنا لما يجيلك السؤال ده هتدور على الاسم اللي قبله. him هنا في الفقرة. بيقول I decided to talk to him again. بتكلم عن مين? بتكلم عن احمد. انا قررت ان اكلمه مرة اخرى. يبقى هنختار احمد. number six. بيقول the word shock. كلمة shock is similarly meaning to. يعني مشابهة في المعنى الى ايه? moved ولا agreed ولا accepted ولا played. دي قريبة في المعنى من moved. لاني shock هو الماضي من shake. shake يعني يهز او يهتز. طيب. فانت moved بمعنى تحرك او حركة. يبقى حركة رأسه. shock هتساوي في المعنى moved. choose the correct answer from abc or d number one. they. هاخد ايه من الافعال? to meet and uh to meet at the park for a picnic. they will go next weekend. هم سوف يذهبون في عطلة نهاية الاسبوع القادم. اقول they disagreed. هم خلاص قرارا هم هيروحوا في عطلة نهاية الاسبوع القادم. for a picnic. في نزهة. طيب disagreed ولا agreed ولا decorated ولا relaxed. هم كده وفقوا. وفقوا ان هم يتقابلوا في الحديقة او المنتزة اه من اجل الفسحة او النزهة. هم هتقابلوا الاسبوع القادم. يبقى هو كده باكد ان هم وفقوا يبقى agreed. اما disagreed بمعنى لا يوافق. decreed زينة. relaxed استرخى. number two. ayman felt. ayman شعورة. اخد ايه من اختيرات about his grand. ma's health. بخصوص صحة جدته. felt a worried. قلق. relaxed. مسترخي. surprised. مندهش ولا اكسترا اضافي. هنقول felt worried. شعورة بالقلق. number three. my parents need to. يعني والدي يحتاجون ان هاخد ايه من الافعال? a plan for the weekend trip. يعني رحلة اه خطة من اجل رحلة عضلة نهاية الاسبوع. هنقول need to relax. يسترخوا ولا take? a plan ولا make a plan? ولا do a plan? هنقول make a plan. يعني يصنع خطة او يضع خطة. make a plan. number four. my classmates. my classmates اللي هم زملاء الفصل. my classmates. زملاء الفصل. ما لهم? اه هاد اه لديهم ايه? about the new project. عن المشروع الجديد. principle. يعني مدير ولا class? فصل ولا بازار? اللي هو سوق تجاري ولا discussion. هذا discussion. يعني عقدوا مناقشة بخصوص المشروع الجديد. number five. we made. نحن صنعنا ايه? for the birthday party. من اجل حفل عيد الميلاد. ideas. افكار. cupcakes. كعك محلة. بيتز. حبات الخرز. ingredients. مقادير او مكونات للطعام. صنعنا cupcakes. number six. we take a short. نحن اخذنا ايه? after every two lessons. بعد كل درسين. في اتنين. break. يعني استراحة. short break. استراحة قصيرة بعد كل درسين. expert. خبير. بازار. بازار او سوق تجاري. stall. كشك للبيع. number seven. zina was. zina كانت ايه? من استفاد دي? to see her friends at the party. انترى? اصدقائها في الحفل. she didn't expect them. هي لم تتوقعهم. يبقى طالما ما كانش متوقع صديقتها يجيو الحفل. يبقى هي كده ايه? ورد قلقة ولا مضغوطة ولا مندهشة. بورينج مملة. هنقول كانت مندهشة. نبريد. ناخد ايه من البدايات دي? يعني رأى في مكتبه. هنقول وي ولا اس ولا ولا عايزين نبدأ الجملة. بنبدأها بايه? بضمير الفاعل. ويجي بعده هنا صوق الفاعل. مين في دول ضمير الفاعل? هو وي. وي يعني نحن رأي ناجك في مكتبه. طيب دول عبارة عن ايه? اس ده ضمير مفعول. وضمير مفعول ما بديش ما يجيش في بداية الجملة. ده محدد ملكية او صفة ملكية. يجي بعده اسم الشيء الذي نحن نملكه. ده اسمه ضمير ملكية. يجي في نهاية الكلام لا يذكر بعده اسم الشيء الذي نملكه. انا احب اخي الصغير لانه اخد من الاختيارات. يعني مرح جدا. اه دي فاعل. قبل الفاعل يجي ايه? يجي الفاعل. مين في دول فاعل? هو هي. لانه هو مرح جدا. هل انت تريد هاخد ايه من الاختيارات دي? ان العب معك. هقول ايه دي الفاعل بعد الفاعل يجي ايه? يجي ضمير المفعول. مين فيهم ضمير مفعول? هقول يو وانت مي فين مي ايه? ده ضمير مفعول. هل انت تريد داني ان العب معك? اما دول مين دي صفات ملكية او محدد ملكية. يجي بعدها اسم الشيء الذي انا املكه. ايه ده ضمير فاعل. هبدأ به الجملة ويجي بعده الفعل. مين ده اه ضمير ملكية. يجي اخر الكلام لا يذكر بعده اسم الشيء الذي انا املكه. number three. complete the sentences with the correct form of the words in brackets. اكمل بالصيغة الصحيحة على الكلمات ما بين القوسي. number one. my parents are at the cinema. والدي في السنمة. خلصة الغملة كده. اهي. وهنبدأ تاني بيقول them welcome back soon. سوف يرجعون قريبا. طيب. ادي welcome يعني سوف يأتون. طيب احنا عايزين نبدأ الجملة نبدأها بايه? نبدأها بضمير فاعل. ضمير الفاعل من them هو ايه? وداي. يبقى هنقول داي. هذه داي. يعني هم. number two. do you know? نقط شي. هل انت تعرفها? هذه الفعل? الفراغ اللي جاي جاي بعد الفعل. يبقى بعد الفعل هي ايه? بعد الفعل هي ايه? ضمير مفعول. عايزين ضمير مفعول من شي هو ايه? هو هر. يبقى do you know her? هل انت تعرفها? number three. what did? وايه? بعد كده فراغ? me do to make you so angry. عايز اقول لك ما الذي انا فعلته يجعلك غاضبا جدا. طيب. خلي بالك احنا قلنا من خلال القاعدة بتاعت النهاردة قلنا اني ضمائر الفاعل نبدأ بيها الجملة وتأتي قبل الفعل. ضمائر المفعول تيجي بعد الفعل او بعد حرف الجر. قلنا الكلام ده في ايه? في الجملة. اما اللي قدامك ده سؤال. يبقى ترتيب السؤال اللي بيبدأ بكلمة استفهام زي ما احنا حفزين على طوله متعودين بنقول اغنية بتاعتنا اللي هي. كلمة استفهام. فعل مساعد فاعل فعل اصلي. تعال نرتب كده. ادي كلمة استفهام اللي هي وط. فعل مساعد اللي هو دد. عايزين ايه? فاعل. ايه هو ضمير الفاعل من مي? هو اي. خلاص? يبقى هقول. وهيبقى ترتيب السؤال عندك كلمة استفهام فعل مساعد فاعل اهو اللي هو اي. وبعد كده الفعل الاصلي اللي هو دو. ماذا انا فعلته يجعلك غاضبا جدا. هل تعتقد ان انا يجب ان ننتظر ايه? طيب عايزين هنا في حرف جر بعد حرف الجر ييجي ايه? بعد حرف الجر ييجي ضمير المفعول. ضمير المفعول من هي هو هم. احزا هنكتب اسموف ادي هم. خلاص? يبقى هل تعتقد ان انا يجب ان ننتظره? يبقى wait for him. number four. write a paragraph of eighty to ninety words on. اكتب فقرة من حوالي ثمانين لتسعين كلمة على asking about advice for a friend. طلب نصيحة من اجل صديق. الموضوع ده احنا نسا هتلاقيه في صفحة مية ستة وعشرين. الموضوع مكتوب لطلب نصيحة من اجل صديق. كده احنا خلصنا الدرسين تلاتة واربعة في الوحدة التالتة. ان شاء الله هنستكمل مع بعض منهجنا. تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.